السلام عليكم واهلا بك في فيديو جديد ناظر انا جاي اكلمك عن خمس اخطاء اتمنى ان انا كنت اعرف تموم اول مفردية علشان اتقدم بسرعة واعمل تخطي لبعض الخطوات اللي عطلتني في مرحلة التدريب بتاعتي جاي اكلمك من خبرة سبع سنين فجاي انقلك من تجربتي الشخصية الخمس اخطاء دول وكمان بداعمها بالحتة العلمية لان انا حاليا مدرب معتمد الحمد لله في اشوفك بعد الفاصل اول خطأ معانا وهو خطأ في المدى الحركي خطأ في فهم المدى الحركة اولا يا استاذي الفاضل بيبتدي عدته من تحت عدة دايما بتبتدي من تحت ودوت نظرا ان انت الدمبل بتبقى واخده وهو طبعا بيقى مع اتجاه الجاذبية وما بتاخدوش من على حامل انت بتاخده من على الارض او من على راك يعني بتاع لكن دايما عدته بتبتدي من تحت وطالما العدة بتبتدي من تحت يبقى العدة برضو بتنتهي تحت طيب يعني فيها حاجة لو انا عملت العدة من فوق اقولك انت لو نهيت العدة فوق يبقى انت كده لعبت نص عدة فقط والعدة السالبة في الدمبلز من اهم مفاتيح قوة الدمبلز في التمارين كلها فمفتاح القوة بتاع الدمبلز اللي يفرق الدمبلز عن غيره واللي يخليك تتجه للدمبلز في بعض التمارين ما تتجهش او للبار او كلام دوت هو العدة السلبية النزول بتاعه في العدة لان العدة بتاعته بتبتدي من تحت وبتنتهي تحت طيب الخطأ دوت يساعدك ان انت تفهم تفهم العدة بتبتدي منين وبتنتهي فين عشان لما تفهم العدة بتبتدي منين وتنتهي فين اولا تعرف تحسب التقرار بتاعتك صح ثانيا تعرف تستفيد بكل جزء من العدة ثالثا تفهم ان ليه بعض التدريبات الحركة المهمة فيها الحركة السالبة وليه بعض التدريبات الحركة المهمة فيها الحركة الموجبة تمام؟ طيب ندخل بعد كده على الخطأ التاني وهو تهوسش نفسك بالمية في المية من المدى الحركي العب في خمسة وتسعين في المية من المدى الحركي. ودوت علشان سببين. اول سبب هو ان انت تسيب سنة فوق وسنة تحت في المدى الحركي بتاعك. دوت اقمن لك وهيقيق من اصابات كتير. عن تجربة شخصية يا استاذي الفاضل مش من ناحية العلمية. سيب خمسة في المية من المدى الحركي. والعرف خمسة وتسعين في المية. هتاخد نتائج افضل هتاخد اكتر. وكمان هتاخد ان العضلة الحملة واقع عليها ما بيفصلش وما بتريحش والكلام ده كله. كمان هيكركم من الاصابات كتير جدا. نخش بعد كده على الخطأ اللي كان نفسي ان اعرفه من زمان وهو لازم تحس بالعضلة اللي انت بتتمرنها. مش مجرد تأدي الشكل بتاعتها دي وخلاص. لازم تحس بالعضلة. انا بتتمرن فانا حاسس ان بتاعي هو اللي فيه بمب الدم هو اللي بيحرك الوزن هو اللي بيحصل هو اللي بيعمل عدل والكونسنتريك هو اللي بيحرك الوزن هو او المحرك الرئيسي بتاعي. طيب يعني ايه هحس العضلة? يعني تحس ان العضلة هي اللي شغالة يعني مش تحس الوجع في عضو او مش تعمل الشكل بتاع التمرين بس وانت مش حاسس ان انت بتتمرن المكان دوت او مش حاسس ان الوجع في الحتة دي او مش حاسس ان الاداء مستهدف الجزء ده. لازم تحس بالعضلة اللي انت بتتمرنها. طيب وده ليه يعني ايه اهمية ان حس عضل اللي بتمرنها. لان في بعض او بعض الحركات مش هتحس بيها. ودوت نظرا بتاع كل واحد. كل واحد فينا ليه بنية مختلفة. ففي بعض التمريات مش لية ليك وفي بعض التمريات مش ليك ليه وهكذا. فان انت تقدي المدى الحركي وخلاص بدون ما تفهم حاجة. هتعمل اه بعض التدريبات وخلاص مش تستفيد بيها. وكمان هتقع معاول ان اتجيب لك اصابة. ودوت علشان فيه ما يسمى للجوينت للمصل. يعني المدى الحركي بتاع المفصل. والمدى الحركي بتاع العضلة المستهدفة. يعني هضم لك مثال. انت دوقتي وانت بترفرف. انا المدى الحركي بتاع الجوينت بتاعي بتاع المفصل بتاع الكتف بيطلع من هنا لهنا. ودواتي خلينا لكم لابنشوف ارنول ده ما بيجي راف راف عمامي او جانبي بيلعب في المدى الحركي كبير جدا. تمام? لكن المدى الحركي بتاع المصل. بتاع العضلة بقى. العضلة بتاعة اللاتيرال اه بتاعة الدلتويد او الرأس الجانبي. لما اجي اعمل بتاع هنا او الانقباض الكامل كله بتاعها في الزاوية دي بس. طيب لما بطلع فوق او او كي بيفضل ثابت لكن في عضلات تانية بتخش في الظهر عشان تثبت الايد في في الوضع دوت. دوت كان مثال بسيط. لكن لازم تفهم ان في مدى حركي للمفصل. المفصل يقدر انه يتحرك في الاتجاه ده. لكنه هيشغل عضلات معينة. لكن المدى الحركي بتاع العضلة اللي انت بتتمرنها لازم تعف انت عايز تتمرن في انهي مدى حركي بالزبط. لان انت لو جبت المدى حركي بتاع المفصل كله ممكن تدخل عضلات انت مش محتاجة انك تدخلها. وفي الحالة ديت لازم منقول انك تحس بالعضلة ان انت بتتمرنها مش تتمرن وخلاص. في خطأ يعني بنعمله كلنا. وانا واحد بعمله لحد الان على الفكرة. بس مع كادرة الاصابات الواحد بتعلم منه. الخطأ دوت هو ركوب دماغك. تمام? ركوب دماغك في التمرين. فالحل بتاع الموضوع دوت او الحل اللي يخليك تحسن جدا من ادائك في التدريبات وتحسن جدا جدا من ان انت تتطور في الفهم للتمرين. تتطور في ان انت فعلا تعف تتمرن مش تلعب او وخلاص مش ترفع اوزان وخلاص لا تتمرن فعلا. هو ان انت لازم كل فترة تاخد خطوة الوراء في الاوزان وخطوتين تلاتة اربعة لقدام في الاداء. ودوت بيرجع لان ان انت وانت بتتقدم في التمرين في بعض الحاجات بتفقدها ببعض الحاجات اللي من ضمنها ان ان انت تلعب في المدى المصبوط في اما بتتقدم في التمرين بيحتم عليك الاوزان ان انت بتتقدم فيها وبتوفعها بتحتم عليك ان ان انت في بعض الحالات تغش شوية علشان تتحرك الوزن. اه في بعض الاوزان لازم تلعب بها علشان تحس فعلا بالحركة بتاتك وتحس فعلا بالتمرين لانت رعبت الاوزان اخف منها مش هتحس فعلم قصلي فالاوزان ديت بتحت معلك تلعب بصورة معينة بصورة مش مية في المية صح لكنها بالنسبة التسعين خمسة وتسعين في المية صح ودوت المطلوب وده حلو لكن مع الوقت ممكن الاداء بتاعك ينزل عن التسعين خمسة وتسعين في المية وانت ما تحسش والسبب في كده هو الاوزان زي ما بيقول لك وانت ما بتحسش دي المشكلة فبتلاقي تقدمك ضعيف مع ان اوزانك كويسة بس تقدمك شكلك في المية ضعيف طب الحل بتاع الموضوع دوت هو اننا كل فترة كل معين كل اخد خطوة الورى في الاوزان وخطوتين تلاتة اللي قدام في الاداء طب انا ليه بقول لك الموضوع ده جالي وفهمته مع الوقت ومع الاصابات لان انت لما بتتصاب غزبا عنك بتاخد خطوتين تلاتة خمسة الورى في الاوزان لما بتيجي ترجع بترجع بعوزانك ضعيفة جدا لكن اه بتبتدي تلعب بقى بالاوزان الضعيفة دية فهبتبتدي تحسن الفورم بتاعك عشان تستفيد بالوزن الضعيف بس احنا يا بقى ان شاء الله من غير اصابات نحاول نعمل الموضوع دوت بصورة اه ارادية احنا اللي نختار اني حنعمل كده نيجي مسلا بعد مسلا تلات شهور او بكل شهرين لتلات شهور هياخد اسبوع او اسبوعين لورى في الاوزان اعمل فيهم دي لود عادي تمام وتقدم وحسن من الفورم بتاعي اتقدم وحسن من المصر اتقدم وحسن من اتصالي بالعضلة واني احس بالعضلة علشان احسن من الاداء بتاعي ومع الوقت او مع ان انا بتمرن باستمرار حقدر ان انا العب بالاوزان العالية بتاعت تاني بالفورم المصبوط الصحيح اللي بحس فيه بالعضلة اللي بستفيد فيه اكتر بالتمرين مش مجرد ان انا بليفت وخلاص اخر خطأ معانا وهو التشتت نفس الخطأ بتاعي ما رفتت لكن هنا التشتت بيكون لبعض الرياضيين المتقدمين شوية او لما بتقصر مسلا السنة والا الستة وهو كده في التمرين بتحس ان انت خلاص هوني كل من في نفسك وكلنا حسن نفس الاحساس دوت انا مش بكلمك كده من وجهة ان انا عايف وانت مش عايف لأنا بكلمك كده من حاجاتنا مارد بيها واتمنى ان حد كان عرفه لي فانا دوقتي بعرفها لنفسي وبذكر بيها نفسي لكن بشارك معاكم الموضوع دوت فلما الواحد بيبقى مشتت كده بيبقى عايزة مرن كل تمين بيشوفه بيبقى نوع من انواع عامل زي فارد تجارب بيعمل نفسه فارد تجارب يشوف كل تمين يحاول يجربه على نفسه يشوف كل تمين يحاول يشوفه حلوة لا يشوفه هكذا وهكذا تمام الموضوع دوت عايزين نحدده او عايزين نلخصه في نقطة واحدة وهو ان انت تقسم اليوم بتاعك او التمارين بتاعك او جدولك لبرحلتين في تمانين في المية من تمارينك هي تمارين اساسية تمارين فعلا بتبرد مصل تمارين فعلا بتبني عضلات تمارين يعني فهم التمارين اللي فعلا مصبت ان هي تمارين فعالة وفعل لن حدش يشوفه يقول ده بموان حاجة تانية هو بموان كزا يبقى هو ضهر يبقى هو ضهر خلي تمانين في المية من جدولك التدريبي تمارين اساسية تمارين فعلا تستفيد بها العضلة تمارين فعلا ما تفكرش كتير في انا هلعبها ازاي لا انت مسبتها وان كان تغير شكلها يعني مسلا لما اجلعب اه زي ملعب ما هو هو نفس المدى الحركي نفس تمام فسبت الموضوع دوت ثبت بعض التمارينات الاساسية وخلي عشرين في المية بس من اه جدولك التدريبي متنوع علشان الملل فقط علشان الملل فقط بعض التمارينات بقى الايه الفانس الجديدة الكلام دوت لكن ما تخليش تمارينك كله على بعضه انا نخلت النهاردة تشست الاسبوع دوت فالاسبوع الجاي هاخش تمارين تشست مختلفة بنسبة مية في المية انت كده عمرك ما هتبن عضل عمرك ما هتتعلم في الجيم لان الجيم يخد بالك اغلب تماريناتو الجيم البادي بيلدينج اغلب تماريناتو ماش فاهمني اغلب تماريناتو مهارات بتتعلمها بتنمي فيها نفسك بتنمي فيها المسلمان وانك ترفع وزن في المدى الحركي دوت بتكنيك صحيح كلها اغلبها مهارات تمام فلو انت بتمرن كل مرة وبتروح تاني يوم بتتمرن اشكال مختلفة خالص او تقصد تاني تاني سيشن يعني من او من بتروح تتمرن تمارينات مختلفة خالص عمرك ما هتبولد اي ولا هتنمي اي حاجة بل بالعكس هتقى بتضيع وعتك على الفاضي وهتضيع من عمرك كتير من غير ما تستفيد يا صديقي بس كده بها نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى اني النصائح دي اتفادتك وتختصر عليك وقت في الجيم بحيث ان انت تتقدم اسرع وتستفيد افضل فاتمنى انت تشارك الفيديو مع صديقك الجماوي او اي حد بيتمرن بحيث ان هو برضو يعرف الكلام دوت لاني ادل على خير كفاعله لو استفدت من الفيديو ده ادينا لايك علشان اعرف اني حاجة دي مفيدة فابتدي اعمل منها محتوى ازيد او لو ما استفدتش فعادي جدا ما تديناش لايك علشان اعرف انها مش مفيدة فما عملش من هذا المحتوى فيديوهات تاني هتمنى ان اشوفك تاني فعشان كده فعل الجوز لان الفيديوهات الجاية مهمة جدا هشوفكم فيديو جديد ان شاء الله وما توفيكو الا بالله عليه لو كانت علي ونيب سلام عليكم